بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وساوا علم الله أما بعد نكم القراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي الشفعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء مصنفاتي وشرحيها في الدرين آمين وما زلنا في النوع الثاني والثلاثين معرفة أحكامه فصل الأحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب سعاتي عبره عنه يولك تنبيه الخطاب وسعاتي عبره عنه بمفهوم الموافق كويس يعني ايه الأصول الأحناف لهم طريقة في بعض التقسيم في ايه في في اصول الفقه الحنفي أما اصول الفقه عند الشفعية والملكية والحنبيلة فلهم ايه مصطلحات تختلف قليلا ولكن المعنى واحد فيقولك مثلا ايه مفهوم الموافقة ايه ده في ايه في المصطلحات يعني ايه موافقة يعني لما اجي اقولك ايه زي ما في القرآن فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما يعني هل يجوز ان الانسان يضرب ابوه وما يقولش أف هل الناهي ان انا اقول أف ولا نهي عن الإزاء مطلقا وأن أف أقل الإزاء ويبقى الضرب من بابي أولى يكون أشد حرمة فهمت بقى ازاي طب انا الاية مفيهاش ضرب ومفيهاش إزاء ده فيها قول أف بس فهمت بقى ازاي فأفهم من كلمة قول أف ده ان ده أدنى إزاء ويبقى كله إزاء يوافقه في الحكم في الحرمة فهمت يسموه ايه مفهوم موافقة ويكون الضرب من بابي أولى عشان كده قالك في مفهوم موافقة ايه أولوي واخد بقى لك وفي مفهوم موافقة مساوي وفي مفهوم موافقة ايه أدنى وفي بقى مفهوم المخالف كمان زي يما النبي سيصال صالح عن الميقول مثلا ايه في الشياه اللي هي السائمة زكاة في الشياه في الشياه السائمة زكا السائمة يعني اللي بترعى في مرعا مباح بلا تكاليف مش معلوف يبقى يفهم بالمفهوم المخالفة ان المعلوفة لزكاة فيها تقيمت بقى ازاي دي بمفهوم ايه المخالفة تقيمت بقى المسألة ايه هو المفهوم هو دلالة اللفظ حال السكوت لكن المنطوق دلالة اللفظ حال النطق واضح يعني اما اقولك مثلا الكتاب ده بميج جنيه يبقى المنطوق انه بمية جنيه والمفهوم انه مش بمتين ولا بمية وعشرة ولا بتسعين ولا تبلاش تفهمت بقى ازاي مع ان انا ما جبتش سير التسعين ولا تمانين ولا اي رقم تاني انا قلت مية بس يبقى المنطوق يدلو عالمية طب والمفهوم يدلو انه هو ليس باكسر ولا باقل تفهمت بقى ازاي ادي المفهوم المصريين يقولك انت معندكش مفهومية يعني تفهم معنى الكلام لحن الخطاب يسموه ايه لحن الخطاب فهنتكلم هنا الاحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب تهمت بقى ازاي فالقرآن احنا بنفهمه ايه بالمفهوم والمنطوك زي ما يجي ربك مثلا في الخبر يقول ايه ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر عظيم يبقى مفهوم المخالفة ان الذين يعصون عكس يخشون يعصون ان الذين يعصون ربهم وعكس في الغيب ايه الكشف ان الذين يعصون ربهم الكشف لا مغفرة لهم ولهم عذب قليم يبقى تفهم بمفهوم المخالفة ان الكشف ده ابتلاء ان لو كشف لك ورأيت اصرار الملكوت وشفت الجنة والنار وبعد كده تجد تعصى ربك ما لكش حجة لا يقبل منك بعد كده استغفار ولا توبة يبقى الغيب ده نعمة والكشف ابتلاء يوم يجي الانسان في سلوكه الى الله يقول يا رب انا مش عايز كشف انا عايز اعبدك كده بالغيب طول ما انت بتعبد ربك بالغيب ومش شايف حاجة تقول ما ما تيجي تغلط ربك يغفر لك يقول له ما عليش اصله ما شافش انما لما تكون ربنا كشف لك يبقى ايه ارتفع الحجة مالكش حجة عند الله معصية واحدة يقسمك لكن احنا ايه علشان تبين عبدوا بالغيب كل يوم بنعصام يتمر وساكرنا وبيأكلنا ويشربنا وينيمنا وحاجة اخر جمال يبقى ايه الحجاب ده والغيب ده نعمة كبيرة بيدي لك فرصة وراء فرصة تقيمت بقى ازاي علشان كده الحواريين لما قالوا سيدنا عيسى ايه هل يستطيعوا ربك وفي رواية هل تستطيعوا ربك هل يستطيعوا ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء سيدنا عيسى خاف عليهم لان لو شفتوا كده مائدة من اكل الجنة وانتوا في الدنيا يبقى لو عصيتوا بعدها هتروحوا في ده مفيش بقى ايه توبة قال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين بالغيب فاتقوا بالغيب احسن فهمت ازاي اما قالوا لا نريدوا ان نأكل منه وتطمئلنا قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكونوا عليها من الشاهدين سيدنا عيسى شفقتا عليهم لان هم وفق قالوا له احنا بنشك في نبوتك بقى بحقيقة احنا عايزين نشوف المائدة دي نقوم نصدق ونعرف ان كنت صدقتنا سيدنا عيسى خاف عليهم يكفروا فقال يا رب نزل علينا مائدة ونستبقى قال ما يكفروا بي ويروحوا في داهية لكن لولا كده لان هم ضغطوا عليه ضغطوا عليه نعلم ان قد صدقتنا قال له ما تشك في النبي كفر والنبي خاف على ايه عليهم من الكفر فدعا ربنا بالرغم انه عارف خطورة ما يدعو به اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكونوا لنا عيدا لأولنا واخرها وآية منك وارزقنا وانت خير ام ربنا قال له ايه اني منزلة عليكم فمن يكفر بعده مرة واحدة منكم يعني يعمل اي معصية فمن يكفر بعده منكم فاني ياه خلاص بقى يبقى عرفت ان الكشف خطر واحد يقول لك انا عايز اشوف الملايكة طيب انت حتشوف الملايكة مرة واحدة وبعد كده لو عصيت ربك او غفلت حيقسمك يبقى انت كده متشوفش الملايكة احسن صح ولا لأ لكن جهلت الصوفية بيعبد الله عشان ينكشف له ده جاهل ده مش فاهم حاجة خالص ده غبي ولا عارف ربه ولا عمره حيبقى ولي يعني يبقى عصي عن الكشف لا عمره حيبقى ولي لانه مش عارف ربه ومش فاهم ان الله سبحانه وتعالى يعامل اهل الكشف معاملة اشد كثيرا من معاملة اهل ايه الحجاب كل ده عرفنا من اين من مفهوم المخالفة في الاية ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر عظيم واخد بالك يعني لو عمل صالح وهو من اهل بيعبد ربنا بالغيب ربنا يدي له اجر عظيم قوي على تسبيحة واحدة ملء السموات والارض لكن لو شاف شفت انت ابليس لما كشف له وعصى معصية واحدة بس ازجد لا مش هازجد عمل في ايه ودف ستين دهية بقى ايمام اهل النار وهي معصية واحدة بالرغم انه وحد الله لم يشرك بالله بليس لانه من اهل الكشف مكشوف له شايف الملايكة وشايف كل حاجة وبالرغم ان كده عصى ربه معصية واحدة ودف دهية فيهمت بقى ازاي ايه ايه ادي معناه ازاي تفهم مفهوم المخالفة مع مفهوم الموافقة وده قراءة التدبر في القرآن اما تيجي تتدبر لازم يبقى عندك تدبر واخد بقى مش كل واحد يقعد يعبد ربنا ويسبح ربنا ويقولي يا لطيف يا لطيف عشان ربنا يكشف له ويشوف موراء الجدار ويشوف مش عارف ايه ويشوف ايه ويشوف ايه ويبقى والي لا ده انت حتبقى والي لحظة واحدة وتيجي تغفل عن ربك يقسمك فهمت بقى ازاي فتاخد بالك على شك كده اللي كانوا بيبتليهم الله من الاولياء بالكشف كان ييه يقولي يا رب اسرف عني انا مش عايزه ليعارف خطورة ما فيه كل ده عرفناه من مفهوم ايه المخالفة في ايه من الايات فهم وهكذا بقى ادي معناه ايه تنبيه الخطاب يبقى تنبيه الخطاب اللي هو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة واضح ومما تستثمر منه الاحكام تنبيه الخطاب وهو اما في الطلب كقوله تعالى فلا تقل لهما اف فنهيه عن القليل منبه على الكثير انه مش تشتموا بقى ازا كان اف بس حرام يبقى الشتم من بابي اولى والضرب من بابي اولى واحد يقولك لا انا انا ايه مش هقول له اف انا حشتمه بس يبقى غبي ما فهمش الاية والاية نزلة للناس اللي بتفهم يبقى ده غبي واضح او يقولك انا حضرب ابويا ولكن ايه ولا حق كلم ببقى خلص اضربوا انا سكتك عشان ايه ربنا قال لي لا تقل لهما اقف ما قال ليش ما تضربوش تبقى يبقى ده ايه يبقى غبي يبقى اللي فوت عليه المفهوم ما عندوش مفهومية المصريين يقولك ايه دواد ما عندوش مفهومية يعني غبي زي مين الغبي انتو عارفينه فنهيه عن القليل منبه على الكثير وقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اه يجي مساء ايه ولا تأكلوا اموالهم الى اللي هم اليتامة واحد يقولك انا مش هاكل اموالهم انا حاخد مالهم وحاجب لبس مش هاكله لكن اجيب لبس اشتريلي شقة اسكن فيه اجيبلي عربية اركب ربنا نهى عن الاكل ما نهاش عن اللبس ولا عن الايه التملك يبقى غبي ولا مش هابي طب وليه يا ربنا عبرا على الاكل لان الاكل اكسر حاجة متكررة في احتياج الانسان انت جه وبتأكل كم مرة في اليوم لكن في اللبس بتشتري لك لبس مرة في الشتا ومرة في الصيف وممكن تقعد لك عشان زي ما تشتريش احتياجك لللبس والشرب او تشتري شقة في عمرك تسكن فيها طول عمرك لكن شوف انت في الاكل اكسر شيء احتياج الانسان تكرورا هو الاكل والشرب. والانسان لو تركه يموت. لكن لو ترك اللبس ممكن يعيش ببلبوس كده. ما اخد بالك ازاي? ويتغطى بورق الشجر. يعني لكن لكن ما قدرش يعيش من غير اكل. فربنا جعل اشد حاجة ليك. منهي انك انت تاخد مال وتعمل اشد حاجة ليك. يعني لم يعزرك بحاجاتك اللي الاكل والشرب. يبقى من بابي اولى ان يا ايه? ينهى عن اللبس. اقول ايه? اولا سأقولك انا لا حاكل ولا حلبس. انا ححرق. هجيب مال اليتيم كده واحرقه. لان طب انت تحرقه معناه ضيعته برضو. فقلناه عن ضياع مال اليتيم. سواء استفدت به او لم تستفد به. كل ده اعجبناه من المفهوم. فهمت بقى ازاي? من لحن ايه? من تنبيه الخطاب. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يدلوا على تحريم الاحراق والاتلاف وسائل ايه? وسائل ايه? وسائل ايه? وسائل ضياع مال اليتيم. باي وسيلة كان. واحد يقولك هلعب بي امار انا. يا مجرم اقول امار حرام حتى لو لعبت بمالك. فهمت بقى ازاي? يبقى مش فاهم. واما في الخبر دي في الاوامر. تيجي في الاخبار. زي زي الخبر زي المثال اللي طولك. ان الذين يخشون ربهم بالغير. لهم مغفرة. واجر ايه? كبير. صح او لا لا. ده اسمه خبر. مش امر. فالخبر. فاما ان يكون بالتنبيه بالقليل على الكثير. كقولي تعالى فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى. يبقى معناه الذرة يعني اقل عمل. يعني معناه لو عملت ايه اكثر من كده? يبقى من بابي اولى. فنبه على ان الرطل والقنطار لا يضيع لك عنده. لانه ده اكتر من الزرب كتير. وكقوله ما يملكون من قطمير. ما يملكون من قطمير. القطمير ده اللي قاله ايه? اعرف انت النواية? مش بتبقى عليها غلاف كده رقيق. هو قالك ده زي القطمير. يعني حاجة ضئيلة اوي. ولا يظلمون نقيرة. شوف انت نواية البلحة مش فيها نقرة. لو حطيت في النقرة دي حاجة. الحاجة دي تبقى ليها قيمة يعني. ما تاخدش اي حاجة. كمية بسيطة اوي. قالك برضو حتى الفتيل ده لا ايه? لا يظلمون نقيرة. ولا يظلمون فتيلة وهو الفتيل اللي جوه نقرة النواية. يبقى شفت ان نواية البلحة دي فيها القطمير وفيها النقير وفيها الفتيل. ودي حاجات ضئيلة جدا لا تباع ولا تشترى ولا قيمة لها. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك برضو يوم الايامة الحاجة التي لتأبه لها من الخيرات وتستضئلها وتستصغرها ربنا سبحانه وتعالى ما يظلمكش. تفهمت ازاي? لا يتصور الظلم مع الله ابدا. تفهمت? وعشان كده احنا قلنا ايه? ان النار محل عدله. والجنة محل فضله. ولا مكان للظلم. يبقى عزب الكافر بعدله. لا بظلمه ما بيظلموش. واخد بقى ونعم المؤمن بفضله. تفهمت بقى ازاي? يبقى النار دار العدل. والجنة دار الفضل. ولا محل للظلم اصلا في ملك الله. لان ربنا قال ايه? ان الرسول يقول ان الله حرمت ظلم على نفسي. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم ايه? يبقى خلاص. لا يتصور الظلم في حق الله. فما يجيش واحد لاجوك بقى ويقولك طب وزنبه ايه الكافر اللي هو ما اسمعش عن النبي ان ربنا يعزبه. انت مالكش دعوه. مش هيظلمه. ما تخافش. انت الان ليه? انت عايز تبقى ربي يعني? هتعدل على ربنا خايف يظلم. يعني اسئلة تدلوا على سوء الظن بالله. طب واولاد الكفار دول مساكين وماتوا قبل الحلم. هيبقى حكمهم ايه في الاخرة? يا عم انت مالك. ربنا مش هيظلم حد. تقلقش. كل دي اسئلة لجج. ما يصحش. انت بتعبد رب عادل كريم. فهمت بقى ازاي? ما يصحش تسأل ازيل اسئلة دي ضد الايمان اصلا. الايمان ان ربنا لا يظلم ربك احل. يبقى خلاص انقطع. ولا تسأل ولا تعمل. واعبد ربك وعيش عبد. انما عايز بقى يقول لك. وزنبه ايه خلق ده اعمى? وزنبه ايه خلق ده اطرش? وزنبه ايه ده خلق ده اعرج? الله انت هتبقى رب انت مجرم. كل ده لا يليق. واللي بيقعد يعترض ويسأل مثل هذه الاسئلة في حجاب شديد عن الايمان الحق. فهمت بقى ازاي ليه? لان مفيش محل للظلم في الكون. اعرف دي كويس. فهمت? ولا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. يعني مفيش حاجة تغيب عن ربنا ولو كانت ذرة. يبقى معنى الاعمال كلها مكشوفة امام الله. فانه يدل على ان من لم يملك نقيرا او قطميرا مع قلتهما. فهو عن ملك ما فوقهما اولى. وعلم ان من لم يعزب عنه مثقال ذرة مع خفائه ودقته. فهو بان لا يذهب عنه الشيء الجليل الظاهر اولى. واما بالكثير على القليل. احيانا يعبر الحاجة الكثيرة ويعبر به على القليل. زي ما عبر بالقليل بالقليل ويريد به ايضا الكثير. احيانا يعبر بالكثير ويريد به القليل. فهمت? كقوله تعالى ومن اهل الكتابة ما ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. ومنهم يعني معناه هيؤديك القنطار. يبقى معناه برضو الاقل حيديهه لك. اذا كان لو انطار حيديهه لك. يبقى الاقل يديه لك. فهمت? لانه امين. فهمت? فهذا من التنبيه على انه يؤدي اليك الدينار وما تحته. لان القنطار ده الف دينار. فاذا كنت انت لو استأمنته على الف دينار. هيرجعهم لك زي مهمة. يبقى ايه? ما كان اقل من الف من بابي اولى. فهمت? ثم قال ومنهم من انت امنوا بدينار اللي لا يؤديه اليك. عبره بالقليل بالكثير. قال لك دينار. يعني انت بنص دينار يؤديه برضو مش هيديه. طب درهم برضو مش هيديه. لانه اصلا خائن. غير امين. ومنهم من انت امنوا بدينار اللي لا يؤديه اليك. وفي قراءة لا يؤديه اليك. فهذا من الاول. وهو التنبيه بالقليل على الكثير. فدل بالتنبيه على انك لا تأمنوا بقنطار. بعكس ايه? الاول. ومثل قوليه في فرش اهل الجنة. فرش اهل الجنة يا ربنا يقول ايه? بطائنها من استبرق. البطانة من استبرق. والاستبرق ده في الدنيا افخم انواع وقاليا انواع الحرير. ازا كانت البطانة من افخم الانواع. فما بالك الظهارة. تبقى حاجة لاني فوق العقل. عشان يبين لك ادقيه نعيم اهل الجنة. ازا كان الحاجة البطنة اللي مش باينة. من افخم الانواع اللي في الدنيا. فما بالك بقى ايه? الحاجة اللي ظاهرة. يبقى الظاهر يكون لا تتصوره عقلك. بطائنها من استبرق. وقد علمنا ان اعلى ما عندنا هو الاستبرق الذي هو الخشن من الديباج. فاذا كان بطائن يعني عندنا الحرير ليه وش ناعم قوي ووش اقل نعومة. الوش الاقل نعومة ده بيسموه ايه? استبرق. فلما تيجي تعمل مخدة تخلي الوش الاقل نعومة من جوه. وتخلي الوش النعم هو اللي من برا. فهمت بقى ازاي? فاذا كان بطائن فرش اهل الجنة ذلك فعلم ان وجوهها في العلو الى غاية لا يعقل معناها. وكذلك قوله في شراب اهل الجنة. ختامه مسك. انت الوقتي لما بتشرب كوباية الشاي ختمها ايه? يعني ما 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 تبقي فيها ختمها تفل. صح ولا لا? ختمها تفل. شوية شوائب كده. شوف انت ما تشرب في نجاة لهوا ختمه ايه? هباب. حاجة اعرف. صح ولا ما تنجش تشربها? صح ولا لا? شوف بقى شراب اهل الجنة ختامه احلى حاجة. اماليبه هو ايه? فهمت ازاي? يعني مفيش حاجة اسمها تفلو شوايب. فعايز يعبر لك على فخامة ايه شراب اهل الجنة. فقال لك ختامه مسك. وانما يرى من الكأس الختام. واعلى ما عندنا رائحة المسك. وهو ادنى شراب اهل الجنة. فليتبين اللبيب اذا كان الثفل. الثفل اللي هو ايه? ما يتبقي. يعني اللي هو التفل. المصريين يقولوا ليه? التفل. ليه? الثفل. وعشان كده النبي كان يحب الثفل من الطعام. تواضعا. يعني الاكل الباقي من الناس يأكلوا. تواضع النبي. في حديث الترمزي. كان يحب الثفل من الطعام. ويقول فيه بركة اياد المؤمنين. فكان يأكلوا صلاة صلاة. مش يتأفف اليه بقايا اكل كده. ولكن ايه. انتو حد تدوني البوائي. ويتخانق. يا عم تتخانق ايه? كله. ده ده النبي كان بيحبه. فيمتواضعا. فليتبين اللبيب اذا كان الثفل الذي منه المسك صلح. اصلي فيه مكتوب عندي فيك. الذي فيك المسك. الذي منه. اذا كان الثفل الذي منه المسك. ايش يكون يعني اي شيء. ايش? اي شيء. ايش يكون حشو الكأس. فيظهر فضل حشو الكأس بفضل الختام. وهذا من التنبيه الخفي. وقوله الذي باركنا حوله. اما يقول الذي باركنا حوله. يبقى فيه ايه? اذا كان حوله مبارك. يبقى هو البركة نفسها. فيمت بقى ازاي? يعني ما قالكش المبارك. ده قالك باركنا حوله. وما جابش سرته هو. اذا كان هو يبقى هو البركة ذاته. فيمت بقى ازاي? فنبأ على حصول البركة فيه من بابي اولى. واعلم ان هذا النوع البديع ينظر اليه من ستر رقيق. يعني من خلال واحد عاقل المتدبر. وطريق تحصيل فهم المعنى. وتقييده من سياق الكلام. كما في اية التأفيف. فانه. فلا تقول له ما اف. كما في اية التأفيف. فان نعلم ان الاية انما سيقة لاحترام الوالدين وتوقيرهما. ففهمنا منه تحريم الشتم والضرب. ولو لم يفهم المعنى لا يلزم ذلك. لان الملك الكبير يتصور ان يقول لبعض عبيده اقتل ايه قرني ولا تقول له اف. يعني من ينافسني في الحكم يعني. اخذ بالك. يعني اقتلوا بس بيحترهم يعني. ما تهنوش. فهم? بس اقتلوا. ده يتصور عقلا. ويكون قصده الامن من مزحة عن مزحمته في الملك او الملك. فثبت ان ذلك انما جاء لفهم المعنى. فان قيل فاذا ابتنى الفهم على تخيل المعنى كان بطريق القياس. كما صار اليه الشافع. الي ان الشافع قال ان ده مفهوم الموافقة ده نوع من انواع القياس. في امت ازاي. لكن المصطلح بعد كده قاله ان القياس لازم يبقى فيه علا. وايه? مساوية. واخد بقى عشان يبقى الحكم مساوي. لكن انا احيانا للعلة تبقى غير مساوية. في امت بقى ازاي? قيل ما يتأخر من نظم الكلام وما يتقدم فهمه على اللفظ ويقترن به لا يكون قياسا حقيقيا. لان القياس الحقيقي يوجود العلة المساوية. في ايه في الاتنين? زي ما نقول ان الاسكار موجود في الكنيك وموجود في الخمر. والخمر حرام. يبقى ايه? يبقى الكنيك حرام. فهمت بقى ازاي? لكن احنا ادنا امثلة هنا في حاجة ادنى وفي حاجة مساوية وفي حاجة اعلى. عشان كده ايه من حيث المصطلح ليست من باب القياس وان كانت تشبهه في وجود جامع بينهم. واضح? ويقترن لا يكونوا قياسا حقيقيا لان القياس ما يحتاجوا فيها الى استنبطة وتأمل. تأمل العلة المساوية ايه? في امر اخر لم يقول الشارع فيه حكم معين. او ما انا ايه احملها? زي ما يقول لك مسلا ايه? ان الزكاة? واخر بقى لك بتخرج من القوت. والقوت ايام استحابك ان هو عبارة عن ايه? عبارة عن الطمر او الزبيب او القمح او الشعير. هي للقوت بتاحهم. طب ما كانش عندهم رز او رز. طب والرز نعمل في ايه? قالك ما اوقوت في الصين وفي اندونيسيا وماليزيا عندهم القوت بتاعهم هو الورز. طب هل اقيت بقى ايه? يبقى الارز كمان فيه زكاة? زكاة الزكاة في مقتات المدخرة. فهل الارز كمان فيه زكاة? طب والزورة. طب ما والزورة برضو ينفع يبقى قوت ويتعمل منه دقيق وتعمل منه عيش. طب فهمت بقى ازاي? فابحث عن العلة واعدي الحكم الى ما فيه نفس العلة. فيبقى الارز فيه ايه? الارز فيه زكاة. ويبقى الزورة فيه زكاة. بالرغم ان الشارع منصش على الارز? ولم ينص على الزورة. فهمت بقى ازاي? لان القياس ما يحتاجوا فيه الى استنباط وتأمل. فهين اطلق القائل بانه قياس اسم القياسي عليه واراد ما ذكرناه فلا مضايقة في التسمية. يعني ايه? يعني وسع شوية. يعني في الاستعمال الاستعمال خد بالك. الاستعمال اوسع من الاستلاح. قاعدة عرفها كده. ان الاستعمال اوسع من الاستلاح. فالقياس في الاستلاح اضيق من كلمة القياس في الاستعمال في اللغة. فهمت بقى ازاي? فدي نقاط مهمة. لابد يبقى الانسان يعني في ذهنه يراعيها عندما يحاول ان يفهم من القرآن او يفسر القرآن او السنة النبوية الشريف. وإلا لو ما رعاش مثل هذي القواعد. لا يصلح ان هو يهجم على السنة يفسرها. ولا يهجم على القرآن يفسره كما فعلوا ايه الفرق الضلة. زي سيد قطب كده هجم على القرآن وقاعد يفسره وعمل له الظلال. وعمل له مرجع. وهو اصلا ايه? لا درس هذي العلوم. ولا له شيخ. ولم ايه? ولم يدرس السنة. ولا اقوال الصحابة. ولا عرف الاحكام الفقهية. وعمل له ايه? وعمل. ما ينفعش. يبقى ده كتاب ضلال مش كتاب ايه? ضلال القرآن وليس ظلال القرآن. حقنا نشيلها الظلال دي ونكتبها ايه? ضلال القرآن. او ضلالات واوهام حول القرآن. عشان تحذر ما تقرأه فيه. مش تعمل بما تقرأه فيه. بل تحذر ما تقرأه فيه. ليه? لانه ما درس مثل هذه الامور كلها. وزي كثير من الوهبية. واخد هجموا على القرآن والسنة. فطلعوا لنا دين ما نعرفوش. ليه? لانه ما عندوش وسائل الفهم. فطلع دين غريب الشكل ما نفهموش. من هزا الدين اللي طلعوا ان استحلى به دماء المسلمين. وبقى يهدم مساجد المسلمين على المسلمين وهم يصلون. شفت فساد هزا الدين? وهو بيعتبر انه هو ده دين الله. وهو الحقيقة ده دين الشيطان. فلازم الانسان يمشي يدخل يدخل البيوت وقته البيوت ايه? من ابوابها. والابواب بتاعتها لها وسائل. تحصيل الوسائل مهمة عشان تعرف ايه تدخل العلم من بابه. فالفيه ناس دخلت القرآن مش من الباب. دخلته مش شباك زي الحرامية. فهمت ازاي? فما طلعوش منه معاني صحيحة. فناخد بالنا يا سيدي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومدادة كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرعا ذكره الغافرون